موسيقى 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 كل عادة راح نبدأو الان نبدأو في اول فيديو وشوف يا الجزائري بعينيك وش راهو صاري يعني في هذيك عند جماعة السعودة تفرج مليح تفرج انتم الفلسطينيين منكم عرب ولنتم رجال هذه ليست قضية العرب هذه قضيتكم مع حماس شفتوا يا الجزائريين ولا ما شفتوش شفتوا وش راهم يقولوا هذا كامل من السعودية كامل ماشي يا راني نهدر بش نهدر وانما كامل من السعودية مازال مازال خير للقدام فعلشان كده نشوف مضيعت وقت انك توقف مع قضية فاشلة مثل قضية الفلسطينية نعم يا خوتي وصفوها بانها قضية فاشلة اللي هي القضية الفلسطينية قلك مضيعت وقت انك توقف معاهم وتساندهم مضيعت وقت ها على بالكم لول بارح بارك شفت واحد الفيديوهات تشوفهم الدمعة تطيحلك وحدها وحدها بالخصوص وحد الفيديو يعني اللي كما نقوله طفلة صغيرة هكذا وهي أخوتي تقول للمنقذ تحها تقول هذك اللي دير في الإسعافات وكذا تقوله قولي بارك يا عمو باللي راني نحلم هاكم تشوفوا يجي هذا شتوشي يراه يقول ه ها 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 ه ako ا Coronاني جنوب بارإسعافات ها ها س sollen stand spre ها نعمة تضيف نعمة ها همكن كما على بلكن باللي لالعالم كامل لره هم مدير مقاطعة كامل مديريا مقاطعة مش Jung기 وانما نقدر انكله الاغلبية تع الشعوب على هذك المنتجات لتساند هذه الناس فهمتو هذه الشغولة باتحادت فيهم ويمكننا أن يقومهم نعمot بению من رفاق podcast إالإسرائيلين كل ما لهم اللهح ينصرهم عليكم لأنيه لأن الإسرائيل لها الحقي الله صغيرة عاد عاد أقرى الدين لك من من تأم حول الله تفهم ما مليحي و ما غيرك تدوم ما لين ترك غرض في مائتين ألف غلطة يا أخي حالة بعد هاي التفتيرات خلفها ناس حلوين زيكم هذا هو مجماعة السعود فهمتوا علش نقول لكم مراهم اخطر من اي حاجة يعني اخطر اخطر حتى من هذوق الناس والله شوفوا شوف وانتم من فلسطينيين مجرد رعاع وامج وزد وجيتوا مهاجرين كم مرة قلنا لكم جيتوا مهاجرين من قبرس واليونان انت غير شوفتوا يا اخوتي والله خليوا تعليقاتكم كامل تعليقاتكم نسحقها في الفيديو هذا لان الهدرات الفتلي الهدرات رأحتلي تا الصح ما لقيتوش نهدر والله ما لقيتوش نهدر يا اخوتي كارثة كارثة شوفتوا يا اخوتي هذه هي الحقيقة تحم هذه الحقيقة اشدي شوفوها بعينيكم الان ملزم بأي شي في اتجاه أخواننا في فلسطين نعم ويخرج أيضا شكون يخرج لنا شكون هذا كتاع ننسيت اسمه والمهم واحد مشهور خلاص اللي قالهم باللي أنه تقف مع القرية الفلسطينية هي هي فتنة نعم تقف مع القرية الفلسطينية فتنة نعم يا أخودي فتنة سوديس نعم سوديس قالها سلام عليكم شكون شكون اللي في التليفون هذا شكون آيا قولولي ترى شكون من اللبسة تاع ومن الهيئة تاع وشكون زعمة شكون زعمة من أي بلاد باينة يا أخودي باينة باينة أنا نقولها لكم أنا نقولها لكم بلا ما تكسروا ريصانكم كامل أنا نقولها لكم من جماعة الساعد نقطة أعد إلى السطر هذه تداول أو فرحان مية الناتن علش فرحان يا أخوتي لأنه عرف بلي ما فيهاش بلي العرب هذو ما ما فيهمش من الأخر بلي هذو يبيعوها على جال كاسكروت سبعين بالمئة إلى ثمانين بالمئة من الشعب السعودي الشباب بقى أقولها لك بكل مصدقية ليس ليست سلسطين همهم الأول أصلا أنت من أما عطارفين يا أخوتي أما عطارفين لكن كما شفتوا هنا في اللخد وش قال لهم قال لهم بلي السعوديين ليس همهم الأول ليس همهم الأول قدير فلسطينيين فما كان لها الطيحوننا بلي أنتو هم المنقذين تلعالم هذا ما كان لها الطيحوننا بلي أنتو هما يعني المبشرين بالجنة لأنكم وصدقوني تهما الناس اللي ولين اللي على حسب شوف اللي رايحين الجهنم ومبئس المصير أقسموا بالله يا أخوتي هذه الحقيقة همان إيش نهدر بش نهدر هذه الحقيقة وش رأنا نشوفه الآن يا ودي شفتوا صدقوني غذ السعوديين أخطر من البراتيش وش رأيكم هاي أو والله غذ السعوديين أخطر منهم هاي يا سيدي وهو أخطر حتم الإماراتيين لأن السعوديين كيفاش نفهمكم يتلونوا ويتلونوا وكم فهمين البراتيش أم واخرجينها طاي طاي عاش الماليك وبوسلي الدين والقدامة كم فهمين لكن هذو السعوديين وعرين بزاف يلعبوها لك تحت لتحتها كم فهمين ساعة معاك وبعدك يدوروا عليك وبعدك كذا وبعدك كذا المهم السعوديين هادو متلونين من الأخرى صعب صعب بزاف أني نقول لكم سما مننا الجاي كش ما يجيكم كاش سعودي ويبدأ يهضر وكذا ويحل في فهمه أكم على بلكم كيفاش أديروا له على كل حال ما نش نجمع على كامل الشعب السعودي لأنه شفت فيديوهات لسعوديين حول الجزائر فيديوهات عشبتني بل بزاف تمكين بعض الناس من السعوديين تحب الجزائر وتحب الخير لفلسطين وكذا ناس صح نازيهة لكن هذيك الناس نازيهة ما تلقاهاش عايشها في السعودية بش نتفاهموا لأنه في السعودية تتكلم كلمة الحق أك على بلك وش يصرالك يا أخوتي نحكي لكم الحكاية هذه يعني آخر المسجدات وش راو صاري عندهم في السعودية مش تعرفوا التذيق على حرية التعبير وحكاية حقوق الإنسان وذلك الخرطة كامل ما كانش نعم كين واحد المنصة يسموها منصة تيك توك كامل تعرفوها يا أخوتي ما كانش اللي ما يعرفهاش هذه المنصة تاعد تيك توك يا أخوتي منعوها في السعودية مش يمنعوا منصة كومبلي وإنما منعوا واحد النقطة مهمة في تلك المنصة واللي هي منعوا اللايفات تاعد المنصة فهمتوا كيفاش منعوا اللايفات يا أخوتي بعدك كي منعوا اللايفات قاموا بعمل قانون وهذا القانون مفاده أنه كي تخدم بالفي بيان والفي بيان هو اللي بيدلك كي ما نقوله الموقع تاعك بش تقدر الدير اللايفات فهمتو كي تخدم بالVPN وش يديرو لك يديرو لك جريمة شغل كثير من اللي داروها لهذوك الناس والله كي ما نحكي معاك جريمة قادرة تروح بها ب 10 سنين 20 سنة نورمال ندير VPN يعني تنستالي الابليكاسيون تعالي VPN يحكموها في الهاتف تاعك تروح ب 20 سنة نورمال عادي جدا عادي جدا في رأيكم علاش انتم زعمت قلوبة لك حاجة مليحة ام يحاربوا في الانحلال الاخلاقي لكينا في تلك الابليكاسيون ولا يديرو كاش عافسة مليحة يعني تفيد الامة تحهم لا لا يا خادي والله لا لا صدقوني غير لا لا نقولكم معلاش نقولكم لانو بكل بساطة خدموا ابليكاسيون كيما هذيك الابليكاسيون بعد كيما الابليكاسيون تعالي تيك توك وفيها حتى هي لايفات وفيها كلش حتى هي سما وشراهم حبين حبين الناس تحهم متع السعودية يجيوا للابليكاسيون هذيك بسيف بالكف يمشي فيهم بن سلمان بالكف ومبعليكا يحكيوا على على وش اسمه؟ يحكيوا فيهم على ها؟ يا اخي حالب يحكيوا فيها على الجزائر والجزائر والجزائر يو بعيدة عليكم وعمركم لا تلحقوها والله وعمركم لا تلحقوها المهم يا أخوتي هذا هو الفيديو تاعنا سنة ومبعدها بالك تكاين فيديو واحدة اخر ما علي بناش وكامل قبل ما تاخدوا جو برك خليوا كامل لايكات تعكم لهذا وين دخل الفيديو يرجع برك للول تاع الفيديو وثما كي بدل يتفضج يعني فهمتوا بش يلقى كامل وش حكينا مع اللول وما تنساوش حاجة في التعليقات بهدلوهم ما تخليوا لهم أولو واحد قال لي قال لي مهرجان الكلاب كشف كل شي هذك هي بعد هذك هي بعد مهرجان الكلاب كشف كل شي ها هي السلام عليكم يا أخوتي وفليمان نتلاقو في فيديوهات قادمة وما تنساوش واكفوا مع بلدكم اليوم غدوة وغير غدوة وبعد غدوة اكفوا مع بلدكم ثم اكفوا مع بلدكم اكفوا مع بلدكم ومع الفلسطينيين لانوا صدقوني ما عندهم غير الجزائريين هدهي آية فيلمن خلدي